اشتركوا في القناة التي يقع عندها موت الناس وصعقهم وذلك لأنها قد ذكرت في غير هذا الموطن كما في سورة النمل وسورة الزمر قال ونفق في الصور والصور آلة عظيمة أصدروا منها الصوت الكبير وكل بها ملك ينفق فيها قال فجمعناهم أي حشرنا الخلق كلهم جمعا في ذلك اليوم تعرض جهنم على الناس فيشاهدونها فأما المؤمن فيحمد الله أن هداه للإيمان ليسلم من تلك النار وأما الكافر فإنه يزداد غيظا ويزداد حنقا وحزنا وألما قال تعالى وعرضنا جهنم أي جعلناها تأتي أمامهم على جهة العرض من أجل أن يشاهدوا أجزاها للكافرين عرضا الجميع يشاهدونها ولكن الكافرين يرون دقائقها لأنهم يكونون فيها ثم ذكر السبب الذي اقتضى لهم هذا الأمر فقال سبحانه الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أي أنهم لم يكن مشانهم أن يستجيبوا لما يرد عن الله جل وعلا من الذكر في كتبه التي أنزلها ومع أنبياءه الذين أرسلهم فكانوا لا يلتفتون إلى ما نزل من الوحي وبالتالي كان ذلك من أسباب ضلالهم وقال الذين كانت أعينهم في غطاء أي في حجاب يغطي هذه الأعين عن ذكر الله جل وعلا إما الذكر الذي أنزله وإما عن تذكر الله فلم يكونوا شاكرين لنعم الله ولم يكونوا خائفين من الله ولم يكونوا مستشعرين لمراقبة الله لهم وقيل بأن المراد بالأعين هنا القلب لأن العين منفذ له قال وكانوا لا يستطيعون سمعا أي أن المواعظ تأتي إلى أسماعهم فلا يصغون لها بأسماعهم ولا يلتفتون إليها ولذلك كان ما لديهم من السمع بمثابة المفقود غير الموجود إذ لم ينتفع به ولذا قال وكانوا أي كان شأنهم في الدنيا أنهم لا يستطيعون سمعا فهم يسمعون بأذانهم لكنه ليس سمعا انتفاع واستفادة ترجمة نانسي قنقر